بعد الثاني أنتم محصوا من خلال حالات الاجتباع نقول نعم محصنا كثير من حالات الاجتباع رغم مرور أكثر من شهر على إعلان أول حالة إصابة بكورونا في اليمن والدخول لسبوع الثاني من إعلان حالات جديدة في عدن وتعز ما تزال سلطة ميليشي الحوثي تصر على إنكار وجود أي حالة إصابة في مناطق سيطرتها تحذر الوكالات الأممية من أن هناك احتمالا حقيقيا لأن يكون الفيروس انتشر داخل المجتمعات المحلية وهما دفع منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليس جراندي إلى التحذير في وقت سابق من انتشار الوباء دون اكتشافه أو الإعلان عنه استنادا إلى أنماط انتقاد الفيروس في البلدان الأخرى المسؤولة الأممية قالت أيضا أن احتمال تفشي المرض على نطاق واسع سيضغط بقوة على الإمكانات الصحية المتواضعة في اليمن الذي يشهد حربا متواصلة منذ أكثر من خمس سنوات وبينما تزداد المخاوف من انتشار الفيروس الذي يحتمل أن يتسبب بوفاة عدد كبير من اليمنيين بحسب تأكيدات طبية يستمر الحوثيون في الحجد للجبهات وإنكار وجود الفيروس ومعاقبة السكان بالسجن والتنكيل في حال تحدث أحد عن حالات يشتبه إصابتها بكورونا بالرغم من اتخاذها بعض الإجراءات الوقائية في أسواق صنعاء وإغلاق أحياء يقول سكان إن فيها حالات وفاة يشتبه أن تكون لضحايا الوباء حتى نبدو وحتى نكون في حالة مشايعات معنا مصدر واحد هو وزارة الصحة العامة وسكان هي المصدر الوحيد التي تتكلم مع الشعب يمكن لميليشيا الحوثي الاستمرار في التكتم على انتشار الوباء بحكم سيطرتها المطلقة على المناطق الواقعة تحت قبضتها إلا أن خطر ذلك قد يقود إلى كارثة حقيقية يمكن أن تتسبب بانفجار الوضع على نحو لا يمكن التعامل معه وحين يحدث ذلك ستعود الميليشيا مرة أخرى للمتجرة بأرواح اليمنيين والاستفادة ماليا من الكارثة ترجمة نانسي قنقر